بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب ورياضة أقيم السباق الرابع لموسم 2024-2025 على كؤوس بورصة البحرين وذلك على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلي الجهة الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيلة وجرت المنافسات وصاجوا من الإثارة والحماس حيث تخللتها فعاليات مصاحبة بجانب المنافسات القوية التي شهدتها أشواط السباق التي تنافست فيها الجياد على كؤوس بورصة البحرين التي تقدم لأول مرة في تاريخ سباقات الخيلة في إطار الشراكة الجديدة بين نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وبورصة البحرين وتم تتويج الفائزين بكوس بورصة البحرين حيث قام الشيخ خليفة بن إبراهيم الخليفة رئيس التنفيذي لبورصة البحرين بتقديم كأس الشوط الثامن إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة كما قدم كأس الشوط الخامس إلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة وكأس الشوط الثالث إلى سامي عبدالناص وسلم السيد عبدالكريم بوشيري رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين كأس الشوط السابع إلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة كما تسلم سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة كأس الشوط الأول من السيد عبدالعبدين الرئيس التنفيذي للعمليات ببورصة البحرين فيما تسلم سمو الشيخ عيسى بن محمد بن عيسى الخليفة كأس الشوطين الثاني والرابع من السيد عبدالكريم بوشيري وقد اجتمل السباق على ثمانية أشواط ترجمة نانسي قنقر